اشتركوا في القناة وكتب احدهما عماد شعلان الشاوي عميد كلية الحاسوب جامعة البصرة يجيب طالبات ويمارس معهم اعمال منافية للاداب العامة يجب انزال اقصى العقوبات بكل شخص يبتز الطالبات في وزارة التعليم العالي وكان عميد كلية الحاسوب البصرة يقوم بابتزاز طالبات الكلية واسقطهن في الرزيلة وذلك من اجل النجاح حيث تمكن احد المتابعين من كشف ممارسات عميد الكلية المريبة وذلك من خلال تسجيل مقاطع فيديو عبر كاميرات مراقبة اظهرت المقاطع قيام عماد شعلان بابتزاز طالبات الكلية ويجبرهن على ممارسات مخلة بالاداب مقابل النجاح في المواد الدراسية ولم يرضغ لابتزاز العميد سوى عدد قليل من الطالبات بينما رفضت الغالبية العظمى الخضوع لمطالباته المشينة ويلي هل نكون وصلنا الى نهاية خبرنا دمتم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى